دائي الدارسين والدارسات في برنامج الترجمة الإنجليزية ومع مادة اللغة العربية نلتقي ونتابع وحدات الكتاب المقرر ونتعرف على محاور كل وحدة من هذه الوحدات وفي الوحدة الأولى مجموعة من الأهداف هذه الأهداف أن نتعرف على مفهوم النحو وأهمية هذا العلم وأن نميز بين أنماط الجمل الاسمية وأن نتمرس على الصور المتعددة للمبتدأ والخبر وأن نلم بمفهوم علم الصرف وأن ندرك أهميته وأن نكون قادرين على وزن الأفعال والأسماء وزنا صرفيا وأن نتعرف على مفهوم المعجم ونلم بأنواعه المتعددة وأن نتعرف على مفهوم علم الإملاء وأهمية هذا العلم كذلك نتعرف على أسباب الضعف الإملائي ومظاهر هذا الضعف وأن نتجنب في الكتابة كل مظاهر الأخطاء الإملائية وأن نطبق ما درسناه على النصوص التي نتناولها النحو أعزائي يهتم بدراسة الجملة وأحكامها وقواعد تركيبها وما يؤدي إليه تنوع صور الجمل وأنماطها بين اسمية وفعلية من تنوع كبير في وظائف الجمل العربية ومعانيها بما يتيح لمستخدم اللغة أنماطا ثرية بالمعاني والدلالات يختار من بينها ما هو أقدر على الإحاطة بمعناه والتعبير عن أفكاره والكشف عن مشاعره وأحاسيسه وينبغي أن نعلم أن الجمل في العربية ليست مترادفة وإنما لكل جملة استخدامها الخاص النابع من نوعها اسمية أو فعلية ونظام ترتيبها وتنوع العوامل الداخلة عليها والمكملات اللاحقة بها أو الخلو منها إن الوعي بهذا الثراء في مكونات الجملة العربية وعي من مستخدم العربية باختيار الجملة المناسبة للمعنى المراد توصيله إلى المتلقين أعزائي الجملة الاسمية كما نعرف لها ركنان بهما يتم المعنى وتتحدد الفكرة هذان الركنان هما المبتدأ والخبر فحينما نقول الترجمة مفيدة فهي تتكون من مبتدأ وخبر ونلاحظ أن المبتدأ هو اسم مرفوع يقع أول الجملة غالبا والخبر هو الجزء الذي يكمل الجملة مع المبتدأ ويتمم معناه ويحصل به مع المبتدأ تمام الفائدة وتسمى الجملة التي تجمع المبتدأ والخبر الجملة الاسمية صور المبتدأ متعددة أبرزها أن يكون اسما ظاهرا مثل خالد عظيم هند مجتهدة أو أن يكون ضميرا منفصلا مثل أنت كريم هي عظيمة أو أن يكون مصدرا مؤولا مثل أنت تعلم خير لك أما صور الخبر فيأتي على صور متعددة أبرزها أن يكون اسما ظاهرا مثل المترجمة نشيطة أو جملة اسمية مثل الطالب علومه مفيدة أو جملة فعلية مثل العامل يذهب إلى المصنع أو مصدرا مؤولا مثل النجاح أن تستمر في الدراسة أو شبه جملة جر مجرور مثل السلامة في التأني أو ظرف مثل الكتب فوق الطاولة أو اسم استفهام إذا كان ما بعده اسما مرفوعا مثل أمن الفائز أعزائي الأصل أن يأتي المبتدأ معرفة ليفهم المتلقي عما أو عما أتكلم عنه كما أن الأصل أن يأتي الخبر نكرة لأنه غائب عن علم المتلقي أو إحاطته لكننا إن استطعنا أن نقرب المبتدأ من فهم المتلقي جاز لنا أن نجعل المبتدأ نكرة كما إذا سبق بحرف استفهام مثل أقلم على الطاولة أو إذا سبق بحرف نفي مثل لا كسول في مجموعتنا أو إذا كان الخبر جارا ومجرورا مقدما على النكرة مثل في المعركة جيش قوي كذلك يأتي المبتدأ نكرة إذا كان الخبر ظرفا مقدما على النكرة مثل عندك علم والاسم المضاف مثل باب المخزن كبير واسم الاستفهام مثل من رباك أو نكرة موصوفة مثل طريق طويل قطعناه أو متعجبية مثل ما أجمال الطبيعة في كل هذه الصبر نلاحظ أن المبتدأ جاء نكرة ومحلوم أعزائي أن المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع وذلك إذا كان صحيحا للآخر يرفعان بالضمة الظاهرة مثل العلم نور إذا كان معتلي الآخر فإنهما يرفعان بالضمة المقدرة مثل موسى محام موسى مبتدأ مرفوع لكن علامة رفعه ضم مقدرة للتعذر محام كذلك مرفوع بضمة مقدرة على ألياء المحذوفة كذلك نلاحظ أن الرفع إذا كان مثنيين فإنهما يرفعان بالألف لأن المثن يرفع بالألف مثل المترجمان متميزان وإذا كان جمع مذكر سالم فإنهما يرفعان بالواو مثل المدربون صارمون وإذا كان من الأسماء الخمسة فيرفعان بالواو لأن الأسماء الخمسة ترفع بالواو مثل أبوك ذو علم أعزائي المبتدأ والخبر قد يكونان مبنيين والمبنيات كما نعلم كالضمائر فحينما نقرأ قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد هو مبتدأ لكنه ضمير ولذلك نقول مبني في محل رفع كذلك الأسماء الموصولة مبنية نحو قوله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون فنقول مبني في محل رفع كذلك أسماء الإشارة مثل هذا فتى نبيل فهذا مبتدأ مرفوع لا نقوم مبتدأ مبني في محل رفع أعزائي يحذف الخبر وجوبا إذا جاء المبتدأ بعد لولا الامتناعية مثل لولا لطف الله لها لكتو فالمبتدأ هو كلمة لطف والخبر هنا محذوف وجوبا تقديره موجود أي المعنى لولا لطف الله موجود لها لكت لكن هذه الكلمة موجود مفهومة من السياق وعند العرب المعلوم لا يذكر كذلك يحذف الخبر وجوبا إذا جاء المبتدأ في صورة القسم مثل لعمري لأدرسنا المبتدأ لعمري والخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي والمعنى لعمري قسمي لأدرسنا كذلك يحذف الخبر وجوبا إذا جاء بعد واو المعية أي الواو تكون بمعنى معه مثل كل إنسان وعمله فالمبتدأ هو كل والخبر محذوف وجوبا تقديره كل إنسان وعمله مقترناني وهناك مواضع يحذف فيها الخبر جوازا وذلك إذا دل عليه دليل ولم يتأثر المعنى بحذفه كأن يسألك سائل من عندك فتقول محمد وتقدير إجابتك محمد عندنا فقد حذف الخبر وهو عندنا لأنه مفهوم من السؤال ولا ننسى أن المعلومة عند العرب لا يذكر أعزائي يجوز أن نقدم الخبر على المبتدأ في حالتين إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة مثل في التأني السلامة في التأني شبه جملة مكونة من جار ومجرور وهو خبر مقدم جوازا السلامة مبتدأ مؤخر جوازا كذلك يجوز أن نقدم الخبر على المبتدأ إذا كانت الصدارة لمعنى الخبر مثل ممنوع التدخين ممنوع خبر مقدم جوازا التدخين مبتدأ مؤخر جوازا لكن يجب أن نقدم الخبر على المبتدأ وجوبا في أربع حالات أولا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكر مثل في بيتنا ضيف وإذا كان الخبر كلمة لها الصدارة كأسماء الاستفهام مثل أين كتابك متى اللقاء كذلك يجب أن يتقدم الخبر على المبتدأ إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر مثل للفوز حلاوته للمجتهد جزاؤه وذلك حتى يعود الضمير على متقدم فيتم المعنى الحالة الرابعة التي يجب فيها أن يتقدم الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر محصورا بإلا أو إنما مثل ما معي إلا درهم إنما في البيت سامير خلاصة ما قدمنا أعزائي لا بد أن ننتبه إلى ركني الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر وأن نتعرف أن المبتدأ يأتي معرفة غالبا وقد يأتي نكر في بعض المواضع ويأتي الخبر نكر غالبا وقد يأتي معرفة في بعض المواضع كل ذلك ليعطي لمستخدم اللغة ثراء في استخدام المبتدأ والخبر فهما يكونان الجملة الإسمية والتي تشكل مساحة كبيرة من التعبير في لغتنا العربية إلى جوار الجملة الفعلية كما نعرف لابد أن نعرف أن الخبر يكون مفردا وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة وتارة يأتي جملة أي اسمية أو فعلي ولا بد فيهما من ضمير يعود على المبتدأ وقد يأتي الخبر شبه جملة جر مجرور أو ظرف بما يعني ثراء تكوين الخبر في لغتنا العربية والأصل أن يتقدم المبتدأ على الخبر وقد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا في بعض المواضع وقد يحذف الخبر من الجملة إذا دل عليه دليل ولا ننسى أن المبتدأ والخبر كلاهما مرفوح وعلامة الرفع قد تكون الضم الظاهرة وقد تكون المقدرة في الاسم المقصور وهو ما كان آخره ألف لازمة والمنقوص ما كان آخره يا لازمة أو كان آخره واوا أصلية الآن مع هذا التدريب أعرب الجملتين الآتيتين أعرب المهندسان بارعان المترجمون متميزون المهندسان بارعان المهندسان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد بارعان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد المترجمون متميزون المترجمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد متميزون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد أعرب أبوك ذو علم لعمري لأجي تهيدن أبوك ذو علم أبوك مكونة من أبو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة إلى أبو ذو خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره لعمري لأجي تهيدن لعمري اللام هنا هي لام الابتداء وتأتي للتوكيد عمري مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة والخبر أعزائي في هذا المثال محذوف تقديره قسمي لأجي تهيدن اللام رابط لجواب القسم أجي تهيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والنون حرف مبني لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا وجملة لعمري ابتدائية لا محل لها من الإعراب وجملة لأجي تهيدن جواب القسم لا محل لها من الإعراب تدريب آخر حدد نوع الخبر في الجمل الآتية رشى خلقها كريم واضح أن الخبر هو خلقها كريم وهو جملة اسمية الكتاب في المكتبة الخبر في المكتبة شبه جملة جار مجرور المترجم يترجم الرواية الخبر يترجم الرواية جملة فعلية مصر قوية بأبنائها الخبر قوية وهو مفرد وقد علمنا أن المفرد في باب المبتدأ والخبر هو ما ليس جملة ولا شبه جملة في الخزينة مال هنا هذا التدريب يطلب أن نحدد التقديم الواجب والجائز للخبر في الجمل الآتية في الخزينة مال في الخزينة المال أين كتابك للتفوق حلاوته في الخزينة مال الخبر في الخزينة وهو واجب التقديم لأنه شبه جملة والمبتدأ نكرة في الخزينة المال الخبر في الخزينة وهو جائز التقديم لأنه شبه جملة والمبتدأ معرفة وهو كلمة المال أين كتابك الخبر أين وهو واجب التقديم لأنه اسم استفهام له الصدارة للتفوق حلاوته الخبر للتفوق وهو واجب التقديم لأن المبتدأ حلاوة اتصل به ضمير يعود على شيء في الخبر أعزائي ننتقل إلى محور ثاني من محاور الوحدة الأولى وهو الصرف وذلك أن نتعرف على مفهوم علم الصرف وأن ندرك أهميته وأن نكون قادرين على وزن الأفعال والأسماء وزنا صرفيا أعزائي الكلمات تتمايز بضبط بنيتها وتعد الاشتقاقاتها وتغير صورها بما يطرأ عليها من قلب أو نحت أو سوابق أو لواحق أو إفادة اللزوم أو التعدية أو البناء للمعلوم أو المجهول أو التفرقة بين صيغ الإفراد والتثمية والجمع إلى غير ذلك بما يؤكد قدرة القوانين الصرفية على إثراء الكلمات وتنمية المفردات وشحن الكلمات المفردة بطاقة دلالية تتحدد معها دلالاتها فكل تغير في مبنى الكلمة يلازمه تغير في معناها ووظيفتها والوعي بهذا التغير وعي بدقة استخدام الكلمات في مواضعها اللائقة بها في الصياغة والتركيب أعزائي الميزان الصرفي لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثية الحروف اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات ثلاثة أحرف وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللاب مصورة بصورة الكلمة الموزونة من حيث الحركات والسكنات وعلى هذا تكون الكلمة ووزنها على النحو التالي قمر على وزن فعل كرومة على وزن فعل شمل على وزن فعل شريب على وزن فعل نهر على وزن فعل كتب على وزن فعل إذا كانت الكلمة رباعية أو خماسية في الأصل قوبلت الحروف الثلاثة الأولى بالفاء والعين واللام وقوبل الحرف الرابع والخامس بتكرار اللام في الميزان وعلى هذا تكون الكلمة ووزنها على النحو التالي دحرج على وزن فعل درهم فعل سفرجل فعل زبرجد فعل إذا كانت الزيادة ناشئة من تكرار حرف من أصول الكلمة قرر ما يقابلها في الميزان مثل قدم على وزن فعل قرم على وزن فعل إذا كانت الكلمة مزيدة بحرف أو أكثر من حروف الزيادة التي تجمعها كلمة سألتمونيها قوبلت الحروف الأصلية بالفاء والعين واللام وزيدت في الميزان الحروف الزائدة في الموزون كما هي بحركاتها وسكاناتها كما نرى في أوزان الكلمات الآتية ناصر على وزن فعل إذ إن أصل الفعل نصر وزيدت ألف في كل منهما استنصر على وزن استفعل فقد زيد ألف وزين وتاء في كل منهما إذ الأصل نصر تناصر على وزن تفاعل فقد زيدت التاء والألف في كل منهما لأن الأصل نصر مشروب على وزن مفعول زيدت ميم وواو في كل منهما لأن أصل مشروب شريبة مفتاح على وزن مفعال زيدت ميم وآلف في كل منهما إذ أصل الإسم فاتاح إذا حدث حذف في الكلمة الموزونة حذف ما يقابله في الميزان كما في قم على وزن فل فالمحذوف هنا عين الكلمة الواو لأن الأصل قا وما وذلك إذا جئنا بالمضارة سنقول يقوم فالأصل قا وما قاض على وزن فاع فالمحذوف لام الكلمة الياء فالأصل قاضي صلة على وزن علا لأن المحذوف فاء الكلمة وهو الواو لأن أصل صلة وصلا إذا لحق الكلمة إعلان فإن الميزان لا يتغير كما في قال على وزن فعل فقال يقول أصل الألف واو إذن هي ثلاثية وبالتالي يكون وزنها فاع لا باع على وزن فعل فأصل الألف ياء باع يبيع سما على وزن فعل إذ أصل الألف واو سما يسم فإذا لحق الكلمة إعلال سواء بالألف أو بالواو أو الياء فالميزان لا يتغير كما أمام حضراتكم خلاصة ما قدمنا الميزان الصرفي مقياس وضعه علماء العرب لمعرفة أحوال بنية الكلمة ولما كان أكثر الكلمات العربية يتكون من ثلاثة حروف فإنهم جعلوا الميزان الصرفي مكونا من ثلاثة أصول هي الفاء والعين واللام وجعل الفاء تقابل الحرف الأول والعين تقابل الحرف الثاني واللام تقابل الحرف الثالث على أن يكون شكلها على شكل الكلمة الموزونة وإذا كانت الزيادة أصلية لا يمكن حذف الحرف الزائد نزنها بزيادة لام واحدة في آخر الميزان إن كان الموزون رباعيا درهم فعلا أما إذا كانت الزيادة في الخماسي فإننا نزيد لامين على الميزان وتوضع الحركة حسب الموزون سفرجل فعلل إن كانت الزيادة ناتجة عن تكرار حرف أصلي فإننا نكرر ما يقابله في الميزان حسن فعلا إذا كانت الزيادة ناتجة عن حرف غير أصلي ويمكن حذف هذا الحرف مع بقاء معنى الكلمة فإننا نزن الحروف الأصلية بما يقابلها ثم نذكر الحروف الزائدة والتي تجمعها كلمة سألتمونيها الآن مع هذا التدريب سن الكلمات الآتية صرفيا كتب على وزن فعلا حصن على وزن فعل وقت على وزن فعل كروم على وزن فعل عنب على وزن فعل مشى على وزن فعل زن الكلمات الآتية صرفيا قل بيع سل دحرج استخرج سال قل على وزن فل بيع على وزن فل سل على وزن فل دحرج على وزن فعل استخرج على وزن استفعل سالة على وزن فعل أعسائي ننتقل إلى محور ثالث من محاور الوحدة الأولى وهو ما يتصل بالمعاجم والإملاء وغايتنا أن نتعرف على مفهوم المعجم ونلم بأنواعه وأن نتعرف على مفهوم علم الإملاء وأهميته وأن نتعرف على بعض أسباب الضعف الإملائي ومظاهر هذا الضعف وغايتنا من كل ذلك أن نتجنب في الكتابة كل مظاهر الأخطاء الإملائية المعجم أعزائي عبارة عن مؤلف يجمع بين دفتيه ثروة لغوية مرتبة ترتيبا خاصا كل لفظ مقتر بتفسير معنى وبيان أصله واشتقاقه وضبط بنية حروفه ليسهل نطقه على الوجه الذي أراده العرب كما يفيدنا المعجم في التعرف على المفردات وجمعها خاصة التكسير منها وبيان المذكر ومؤنثه كل ذلك وغيره يأتي مصحوبا بشواهد متنوعة من القرآن الكريم وكلام العرب شعره ونثري تبين مواضع استعمال الكلمة وفق ذلالتها والمترجم من العربية وإليها في حاجة ماسة إلى الانفتاح على المعاجم العربية ليكون دقيقا في ترجمته أنواع المعاجم في اللغة العربية معاجم متعددة منها معاجم الألفاظ وهي المعاجم التي تعنى بجمع ألفاظ اللغة وترتيبها وفق منهجية خاصة مع شرحها والاستدلال على صحة ذلك الشرح ما أمكن بالشواهد المختلفة ومعظم معاجمنا العربية تندرج تحت هذا النوع وذلك مثل معجم العين للخليل بن أحمد جمهرة اللغة لبن دريد لسان العرب لبن منظور أساس البلاغ للزمخشري وكذا المعاجم الحديثة ومنها ما صدر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة كالمعجم الكبير والمعجم الوسيط والمعجم الوجيس فكل هذه المعاجم وغيرها مما تعرفون تسمى معاجم الفاظ فهي تعنى بجمع الفاظ اللغة وترتبها وتشير إلى المعنى الخاص بكل كلمة مع الشواهد المتعددة عندنا أيضا نوع آخر من المعاجم تسمى معاجم الموضوعات أو معاجم المعاني أو المعاجم البوبوبة أي التي تبوب على الموضوعات أو المعاني وتضع كل مجموعة من المعاني في أبواب يجمع كل باب الألفاظ التي تتناول موضوعا محددا فالموضوع الخاص بخلق الإنسان يضع في باب كذا النبات كذا المطر السلاح الإبل الخيل ونحو ذلك وأكبر معجم يندري تحت هذا النوع معجم مهم هو المخصص لابن سيد اللغوي الأندلسي استوعب في هذا المعجم أكثر المعاني المستعملة والموضوعات التي تمس الحاجة إليها ولضخامة هذا المعجم هناك معجم وجيز هو الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني وغاية هذا النوع من المعاجم إذا كان لديك معنا تريد الكلمات المناسبة للتعبير عن فإنك تلجأ إلى معاجم الموضوعات أو المعاني أو المعاجم المبوبة لكن إن كان لديك كلمة لا تعرف معناها فإنك تلجأ إلى معاجم الألفاظ النوع الثالث أعزائي من المعاجم معاجم المصطلحات وهذا النوع يعنى بشرح معاني مصطلحات الفنون المختلفة وذلك مثل المعاجم التي أخرجها مجمع اللغة العربية في القاهرة كالمعجم الفلسفي والمعجم الجغرافي والمعجم الطبي ومعجم المصطلحات الإعلامية ومعجم المصطلحات الفقهية إلى آخره من معاجم المصطلحات والمترجم في حاجة إلى أن تكون له صلة بمثل هذه المعاجم حتى يكون دقيقا في ترجمة المصطلحات التي يتناولها خلاصة ما قدمنا في المعاجم أن المعاجم اللغوية في اللغة العربية تتنوع تنوعا كبيرا منها معاجم الألفاظ ومعاجم الموضوعات ومعاجم المصطلحات ومن وقف على لفظ لا يعرف معناه فإنه يلجو إلى معاجم الألفاظ ومنها المعاجم القديمة كلسان العرب لابن منظور ومن المعاجم الحديثة المعجم الوسيط وهذا من إصدارات مجمع اللغة العربية في القاهرة ولذلك إذا أتينا في الامتحان بكلمة نريد أن نكشف عنها ومثلنا بلسان العرب فنعرف أنه من معاجم الألفاظ وإذا مثلنا بالمعجم الوسيط فهو معجم حديث صادر عن مجمع اللغة العربية وهو أيضا من معاجم الألفاظ لكن من أراد أن يعبر عن معنى لدي ويبحث عن اللفظ المناسب له فإنه يجد بغيته في معاجم المعاني المبوبة ومثلنا لها بالمخصص لابن سيدة والألفاظ الكتابية للهماذاني ومن أراد أن يتعرف على دلالة مصطلح وفق استخدام أهل العلم إن فتح على معاجم المصطلحات مع هذا التدريب المخصص تدريب يقول من معاجم الألفاظ في اللغة العربية المخصص لسان العرب الألفاظ الكتابية طبعا الإجابة لسان العرب لأن المخصص والألفاظ الكتابية كلاهما من معاجم المعاني طيب تدريب آخر من معاجم المعاني في العربية المخصص لسان العرب المعجم الوسيط طبعا المخصص لأن لسان العرب والمعجم الوسيط كلاهما من معاجم الألفاظ أعساء الإملاء علم الإملاء أو كما يسمونه قديما بعلم الخط والكتابة والرسم والهجاء وتقويم اليد هو من أهم العلوم التي لا يستغني عنها كاتب أو مترجم في أي حال من الأحوال إذ إنه من الأسس المهمة للتعبير الكتابي والأخطاء الإملائية كما نحرف تشور الكتابة وتعيق الفهم وهناك أسباب متعددة للضعف الإملائي الذي شاع وانتشر بين الكتاب من ذلك عدم القدر على التمييز بين الأصوات المتقاربة مثل السين والصاد القاف والكاف الذال والزاي التاء والطاء من أسباب الضعف الإملائية أيضا عدم معرفة القاعدة الإملائية الضابطة للتفريقة بين الهاء والتاء المربوطة والتاء المفتوحة ثالثا عدم معرفة القاعدة الضابطة لرسم الهمزات سواء جاءت الهمزة في أول الكلمة أو وسطها أو طرفها رابعا استخدام اللهجات العمية والمسج بين العربية واللغات الأجنبية في الإملاء كل ذلك من أسباب الضعف الإملائي أعزائي اذكر ثلاثة أسباب للضعف الإملائي لدى فئة الطلاب مع بيان رأيك في طرق العلاج هكذا أعزائي هكذا أعزائي نكون قد تعرفنا على محاور الوحدة الأولى سواء ما يتصل منها بالنح أو الصرف أو المعاجم أو الإملاء شكرا لمتابعتكم وأتمنى لكم دوما التوفيق وإلى لقاء متجدد مع الوحدة الثانية أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا